قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذه سبيلي طريق الواضحة وهذا نهجي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى توحيد الله سبحانه وتعالى على بصيرة أنا ومن اتبعني على علم على علم فأنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده على علم فلا يجوز للجاهل أن يتعرض للدعوة فهذا ربما أو الغالب أنه سيضر أكثر مما ينفع لذا بواب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل فالإنسان يتعلم قبل أن يدعو على بصيرة أي على علم وعلى هدى بما أدعو إليه أنا ومن اتبعني أي ومن صار على ضرب الأنبياء عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده وأن يتعلم حتى يدعو الناس لما يعلموا ولما يعرفوا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لزنبك فالعلم بدأ قبل قبل العمل هكذا